بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شوف المرسلين سلام الله عليكم أحبابي في الله في هذا الدرس الجديد على قناة حوح الفطاعة 180.2 في هذا الدرس الجديد سوف نتعرف على حل واحدة من المشاكل التي يعاني من الكثيرون وهي يعني ظهور الطولبار إن صح التعبير في متصفحة الأنترنت ففي العادة عندما مثلا تقوم بتحميل بعض التق أو رمزن بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شوف المرسلين سلام الله عليكم أحبابي في الله في هذا الدرس الجديد على قناة حوحر 980.2 في هذا الدرس سوف نتعرف على حل مشكلة يعاني من الكثيرون سراحة وهي الطولبار طبعا عندما تقوم بتحميل بعض البرامج إذا لم تنتبه طوال فترة تثبيت هذا البرنامج فهو يأتي بمجموعة من البرامجات الأخرى الصغيرة التي تقوم بتثبيتها مواجهة على جهازك وبالتالي يعني تتسبب في دور مجموعة من الأشياء مجموعة من الإعلانات كما تشاهدون يعني على متصفحك الذي تستعمله بطريقة يعني مثلا إن قمت بوضع جوجل في الصفحة الرئيسية للمتصفح سوف يتم مباشرة إزالتها وتعويضها يعني بمجموعة من الصور كما سوف تشاهدون الخاصة ببعض الإعلانات ونفس الشيء بالنسبة للشريط الذي يظهر في أعلى المتصفح هنا سوف نتعرف على برنامج صراحة أو أداة صغيرة لا تحتاج إلى التثبيت تستحق يعني أن يتم وضع عليها درس من خلالها سوف تقضي على جميع الطلبار الذي هو متواجد يعني في جهازك لذا كل ما عليكم فعل تحميلات الأدات عبر الموقع الرسمي الضغط هنا مواشرة أحبب في اللابة تحميلها مواشرة تقوم بفتحها لا تحتاج إلى التثبيت يعني تخليها على سطح مكتب جهازك في أي وقت عن يتمينات المشاكل من مشكلة الطلبار على متصفحات الأنترنت التي تستعملها تقوم بفتح فقط الأدات ثم تضغط على سكان هنا وتنتظر لحينما تتم يعني عمل سكان كامل لتعرف على جميع الطلبار المتواجد في متصف يعني في جهازك طيب بعد أن يكتمل الفحص أحباب في اللابة سوف تظهر لك جميع الطلبار المتوفر على جهازك فأنا شخصيا الحين يعني لا يظهر أي شيء لأنني قمت بتنطيف جهازي أنتم إذا كنتم تعانوا منها يعني تعانوا منها يعني يعني منها الطلبار فسوف تظهر لكم كهذه الصور أحباب في الله ما عليكم إلا وضع العالم على جميع الاختيارات يعني جميع الطلبار المتوفر في جهازكم ثم تضغط على كلين هنا مباشرة بعد وضع العالم على جميع الاختيارات تضغط على كلين وسوف يتم مسح جميع الطلبار الذي تم تثبيته في جهازكم وبذلك سوف يطلب منكم الأداة أو البرنامج إعادة تشغيل لجهازك لا تتردد إذا كنت تريد التخلص على جميع الطلبار المتوفر على جهازك بهذه الطريقة بهذه الأداة الأكثر من رائعة يمكن لك يعني مسح الطلبار المتوفر أو المثبت على جهازك والذي عادة يأتي مع مجموعة من البرامج التي تقوم بتثبيتها بطريقة هي يمكنك الرجوع مباشرة في فتح متصفحك الذي تستعمله وسوف تشاهد عودة مثلا جوجل إلى الصفحة الرئيسية إذا كنت قد قمت باعتمادها لمتصفحك واختفى أيضا شريط الإعلانات الذي يظهر في أعلى المتصفح لا تنسوا في الأخير دائما زيارتنا على موقعنا دول فيديو الفيديو لـ .5.com لإنما لا تنسى الاشتراك في قناتي حتى يسلوك دائما جديد الفيديوهات في أمان الله